هلا هلا أهلا وسهلا كيف الحال؟ الحمد لله كيف كنت؟ تمام الحمد لله مراسلنا من أرض وين؟ أرض المريخ مؤتمر ذكاظ صناعي فجاسي حضرها ذكاظ صناعي ذا اللي مدروا هي بيوصلنا له شي اسمه سيدة حاضر مؤتمر فالحلقة هذه تسجيلها من بعد بس كيف السفر في فترة الشتاء؟ مزعج صراحة الله يعينك الله يعينك قلبات الأجواء أبوك تقلبات الأجواء الله يعينك الله يعينك طيب اليوم وصلنا خبر صراحة جميل من الشباب اللي ماسكوين الانتاج احنا المركز الأول في قسم التقنية في سعودية وفي مصر في البودكاست فهبين نشكر الناس اللي قاد يدعموهنا صراحة قدر الإمكان ونقولهم شكرا جزيلا على دعمكم وإن شاء الله يا رب نكون على حسن الظن بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني هذا يحط مسؤولية صراحة لما بدنا بدنا لفلقات ما توقعنا هذا الزخم صراحة بشكل كبير هذا جاي من توفيق الله أولا ثم ثقة الناس في طرح وفي المعلومة طبعا يمكن احنا نقدمها بشكل مختلف ونحاول بقدم كان نصنع شيء مختلف في طابع رحب شوي وخفيف دم حيث أن المعلومة تكون ممتعة أكثر منها يعني تكون جدية بشكل كبير قد يكون هناك بعض البودكاستات اللي يعني تقدم أخبار جادة جدا لكن يمكن احنا نخلينا شوي الأخبار التقنية تقدم بشكل رحب جدا فإن شاء الله يكون أسلوبنا موفق بإذننا تعالى وما نستغل عن ملاحظات الجميع يعني احنا نقرأ كل ملاحظة وتريدنا يعني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الريفيو اللي يكون في البودكاست النفس طيب طبعا أول شي عندنا مؤتمر أبل طبعا إحنا قلنا بمسوية حلقة خاصة للمؤتمر وكانت مفترض تكون بعد المؤتمر بيوم لكنه سخرون أجزاهم الله خير إلى ثلاث الفجر وبعدين أنا أقول سوف نسميه مؤتمر أبل سهرة أبل سهرة أبل السريعة وأعلنوا فيه عن جهازين ومعالج ومسالفة تالية يعني وشعورك كان لما أنت تنتظر وفالأخير خلاص بسرع شوف أنا اللي أنقذني شي واحد أنا نمت بشكل مفاجأ المغرب بساطة المغرب نمت فجأة كذا كنت كان سهلف بدين نمت فجأة وسكيت نوما ساعتين والله بدون أي تخطير بدون أي شي كنت صليتي العشاء وأنا متفاجأ من الوضع قلت خلاص برجع نام الساعة عشر وحضر المؤتمر على أربعة يعني قلت حضر المؤتمر أربعة أصلي الفجر مرة واحدة وشوف الحت له متأخر وغطي متأخر عجزت نام عجزت نام ما جاني نوم أنا صراحة كان عبد الله يعني عنده توقعات مختلفة فهذا المخلي متحمس بالزيادة لكن يبدو لي ما جت خابت ما جابت شي مختلف يعني إلا خابت توقعاتي صراحة يعني بس للي ما شاف المؤتمر أود أعطيكم صراحة يعني شي سريع اللي صار في المؤتمر أول شي المعالج الجديد الـ M3 صراحة أنا شوفه هو نقلة نوعية بشكل جدا كبيرة عن الإصدارات السابقة وهذا صراحة شي يعني أبل قاعد تبدع فيه من سلسلة المعالجات الـ M طبعا ترى المعالجات هذه الـ M1 والـ M2 والـ M3 هذه كلها راح تنتقل من أجهزة الماك إلى أجهزة الأيباد عساس تقدم تجربة رهيبة للمستخدمين وتعطيهم على قلتهم تجربة مثرية في الاستخدام فالمعالج الجديد اللي هو M3 أبل صراحة قدمت فيه شي رهيب جدا 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 وهو موضوع أن المعالج راح يعطي قدرات جدا جميلة للمستخدمين لكن راح يوفر بالطاقة بشكل جدا كبير طبعا هم قاعد يقارون طول المؤتمر بمعالج الـ M1 ترى لو تلاحظ نادر ما تشوف أنه قاعد يقارنا بمعالج الـ M2 لأن الفروقات ما بين الـ M3 والـ M2 نقدر نقول هي ما بين العشرة في المية إلى ثمنتعشر عشرين في المية بالكثير لكن الفروقات ما بين الـ M3 والـ M1 ترى من نتكلم من عشرين في المية تبدأ إلى ثلاثين خمسين في المية في بعض الأمور ففي فرق صراحة جدا كبير عبدالله لو قلنا أوكي أنت تقول أنه بيفرق في استخدام الطاقة وهذا شي جيد وعلى حساب البطارية وبيزيد عمرها لكن بالنسبة للمستخدمين العاديين هل يفرق معهم ولا بس المستخدمين احترافين هو شوف راح يفرق معهم وحبين الألعاب قبل قاعد تدعم محبين الألعاب بشكل جدا كبير وقاعد تشوف أنها هي فئة قاعد تكبر بشكل جدا كبير فلذلك يحاولون يقدمون تكلموا عننا بشكل كبير في معالج الأمثري على أساس مجتمع الألعاب وكانوا يحطوهم ألعاب كثيرة على أساس يورون قدرات المعالج في معالجة البيانات ومعالجة الصور وغيرها فكان يعني كلامهم بشكل كبير عن مجتمع الألعاب أكبر من أي مجتمع آخر طبعا كمان يفيد المصورين كمان يفيد المصممين لكن كمستخدم هذه ترى الـ M2 يكفي زيادة بالنسبة لك حاليا ما تحتاج أنك أنت تاخذ الـ M3 ما يحتاج تاخذ أي شي ثاني أنا لاحظت الفرق في المعالجات ما دي هل هو في قدرة المعالج ولا أبل نفسها يعني في بعض المزايا مثلا اللي أضيفت لبعض الأجهزة مثل آيباد كنا نوير إياك ممكن تناقش في ذلك الموضوع أنه صار يفتح لك مزايا إضافية كمعالجات الـ M أنها تعطي إمكانية أنه الجهاز قابل أنها تستخدم على الشاشات مثل مثل أي لابتوب ثاني وبالتالي تستطيع أنك تقسم الشاشتين ويصير كان عندك كمبيوترين شاشة عندك جهازين وتستطيع استخدم وتعرض أكثر من شغل في نفس الوقت فهذه لم تكن بدون هذا نوع المعالجات فأنا حاول أبسطها بس المتلقي أنه أحيانا قد لا تظهر بعض المزايا في الجهاز النفس لكن في الإمكانات والقدرات التوسع في استخدام الجهاز يعني زي ما ذكرت أي أحد معاه جهاز الأيباد برو سيعرف الفرق إذا كان عندك استخدام حاليا فأنا شوف صراحة جيدة 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 جدا موضوع 22 ساعة هذا إنه قد يعطيك 22 ساعة إضافية في الاستخدام فصراحة يعني صراحة 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 أنا شوف تجربة مثرية تجربة جميلة المستخدمين تغير في الجهاز غير المعالج ما في صراحة تغييرات صراحة جوهرية نهائيا غير المعالج طبعا بعدها تكلموا عن الأجهزة الأي ماك الجديدة بمعالجات الام 3 طبعا هم من زمان قبل ما نزلت أجهزة الأي ماك جديدة فنزلوا الآن الأي ماك الجديد بمعالج الام 3 وتكلموا عن الماك بوك برو 14 و16 انش بمعالجات الام 3 وتكلموا عن اللون الجديد اللي هو الأسود فصراحة المؤتمر كان جيد نسبيا لكنه هل هو على قدر الحماس اللي أبلس وقته بالنسبة لي كان 50% خاصة على الإعلان حقهم كان واضح أنه عندهم شيء لكنه مهو رئيسي ترى توقيت الإعلان وساعة الإطلاق أعتقد توصل الفكرة لأنه عندنا شيء كبير بس مو كبير مرة أجمل شيء في المؤتمر أنه قال أنه مصوروه بالآيفن ترى هذا أجمل شيء أخرجوه بالماك أخرجوه بالماك وصوروه بالآيفن بس طرح هذا أجمل شيء ترى فيه إيش أجمل شيء فيه أنه أخرجوه بالماك أو أخرجوه بالماك بس صوروه بالآيفن بس طبعا ما شفت أنت الأجهزة المستخدمينها في تثبيت الجهاز الآيفون علشان تطلع الصورة باستقرار عالي جدا يعني هي ما عندك مليون دولار عندي طابعها بالبيت ما نطبع الله يبكر منشرق الشيخ أعطي الموضوع الثاني تجربتي مع الماك الجديد طبعا أنا كانت لي تجربة مع الماك المثرية طبعا لازم تعرفون نقطة أنا ترى من زمان مستغنى عن جهزة الماك أنا جهازي الأساسي حاليا هو الايباد الماك صراحا هادر ما استخدمه لكن الماك لاحيب لاحيب صراحا أنا أتفق معك بس صراحا لكن مشكلتك أنك لما تحس أنك ما تقدر تلمس إلى الشاشة يعني ما تقدر تسوي فيها مثل الايباد بس هنا تحس بالقصور اللي يعاني من الجهاز يعني كل شي فيه جميل لكن تحس أن الايباد قادم من الخلف يقول له خلاص عمرك عمرك قصير عمرك قصير بس يعني شوف أبل قاعد تسوي حركة أنه قاعد تنقل المستخدمين من الماك للايباد بدون اللي يدرون فأنا الآن من هذول الناس اللي انتقلوا وقاعد يستخدمون الايباد سواء في العمل في الدوام بحاول يوم من الأيام أسوي محتوى كيف استخدم الايباد في يومي كيف استخدم الايباد في استخدامي كذا أسور الناس كيف صراحة أنه صدقا 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 الايباد يفي بالغرض وزيادة في عملية الاستخدام لا وغير كذا التكامل مع الايفون تكمل هنا وتكتب هنا وتروح هنا وتجي هنا يعني كانهم جهازين في جهاز واحد طيب بس خلنا نطلع من الايباد يلا تجربتي صراحة رهيبة مع الماك بس أنا أقول لك يا همنا الآن الناس اللي راح يحسون بالفرق المصممين صناع المحتوى واللي من تجون فيديو هذا اللي راح يحسون بالفرق مع الامة 3 لكن أنت كمستخدم عادي وبسيط واستخدامك تصفح وغيرها تقدر تستغني بمعالجات الامتو يعني تراتك فيكو زيادة أبلو الآن قاعد تلعب بالقدرات المعالجات على أساس المصممين والمصورين لأنها قاعد تغازل هذا المجال بشكل جدا كبير لأن تبغى تشركات الانتاج تعتمد عليهم تبغى تشركات الانتاج تستخدم جهزتهم لكنه نقدر نقول أن موضوعهم مع مع الأجهزة مختلف صراحة جيد الجهاز وغيرها يبي نشوف بس شي واحد موضوع هل مجتمع الألعاب رح يتقبل الجهزة الماك ويبدأ يستخدمها ونرجع نقول إلى نقطة أنه واضح الآن للعيان أن مايكروسوفت وفيسبوك رح يكونون حزب في مجال الألعاب وأبل وسوني رح يكونون حزب في مجال الألعاب فلا تستغرب أنه خلال السنتين الثلاثة القادمة تبدأ تشوف ألعاب حصرية فقط كانت موجودة على البلاستيشن تكون موجودة على الجهزة الماك فيبدون مجتمع الألعاب يستخدمون الجهزة الماك خلال السنوات القادمة كنتك فهم الحصريات تسأل عندك كل جهزة الدنيا كلها عندك في البيت علشان تلعب هذه وتلعب هذه والله الله يعين الله يعين بس هذا اللي نقدر نقوله طيب ما تكلموا عن السعات هل في سعات مختلفة؟ لا لا يعني اليوجول ترى الشيء اللي احنا متعودين عليه من أبل يعطيك الجهاز ومعالجة وشغلات كثيرة فيه فما ودنا صراحا نتطرق الشغلات كثيرة فيه في السعات اللي موجودة يقدر على شغلات كثيرة بالعادة ترى ما تطلق شغلات كثيرة مع جهزة الماك بك برو لكنها السعات الأكبر تلقاها موجودة في الماك برو وتلقاها موجودة في الماك استيديو بس أذكر أنوا يحاولون يطورون في كاميرات الكاميرا الأمامية في الماك أو قالوا أنك تستخدم الآيفون تذكرها الماك نفس الكاميرا المدمجة ما كان عملي ترى أنا جربتها استخدام القطع اللي ذكروها أعتقد من شركة بلكن وتستخدمها تستخدم الآيفون ككاميرا إضافية وتعطيك جودة عالية جدا للأمانة لكن ما هي عملية بالنسبة لك لأن كونك تتلقى اتصال فكانك تقول أوقف جهاز كامل علشان ما استخدمه وقت الاجتماعات ووقت المحاضرات أو شيء زي كده بس هادي هادي ما يطور أعني سمعتم في كلام أنهم يطورونها بس ما شوف أنها في المؤتمر هذا ذكروا أي شيء عنها ما تطرق صراحة كثير لو وصلنا حدنا ما أدري صراحة دقيقة دقيقة سيدتا أنت انفعل ميزة العزل عندك في المكالمات صح الآن وقت التسجيل صحيح طفها شوي ليش طفها اختبر شيء يعني طيب في شيء قاعد أكتشفه يعني إذا الضبط معنا وقت التسجيل ممكن نتكلم فيها الآن طيب نحن طفيت طفيت رجع الجهاز زي ما كان قبل لا أسمعك تقول تسمعني طيب أسمعك هل تسمعوني أسمعك أسمعك طيب طفيت طفيت خلاص أبعد عننا ولا تحرك الجهاز إيش ابعد عننا ولا تحرك الجهاز أو كيتكلم عادي ابعدت عننا طيب إي قبل شوي وانت انفعل ميزة العزل كانت رو صوتك يتأخر أحيانا لأنه ظاهر إنه قابل قاعد تسوي حركة وانت تتكلم يعالج الصوت يعالج الصوت بعدين يوصلنا أوكي إي لا كده أحسن صرت الحين وقت ما تكلم مع عربة قاعد ترد عليه طيب ما أنا بنسوي تجربة على الهو مباشرة بساعد يلا هذه تجربة عملية صراحة طيب الموضوع اللي بعده إي فيه موضوع انت كلمت بالمناسبة عن قصة احتيال جديدة صحيح حتى والله شركات ساحن زعلانة علي ها؟ شركات شحن زعلانة علي الله يعينك والله أي والله لنعتذر عن كل شركات الشحن طبعا في طريقتين الآن صراحة الاحتيال وهي مزعجة بشكل جدا كبير للمستخدمين يمكن أكثر طريقة الآن صايرة مشتهرة أنت لو طلبت من أي متجر ويجيك وشحنتك بعد شهر يجيك اتصال من شركة ثانية تقول لك أنت طلبت منتج قبل فترة مننا احنا حبين نهديك هدية بس رح نعطيك مثلا آيفون خمسة عشر بس طرع تكلفة الشحن عليك وتكلفة الشحن ميتين ريال حلو؟ حلو؟ حلو أنت بعدين شا تسوي تقول لهم أوكي خلاصي ش حلول الجهاز يجيك الجهاز يجي المندوب يقول لك يدفع لي في المبلغ تدفع لي مثلا ميتين ريال مية وخمسين ريال تستلم الشحن يمشي المندوب تلقى زيت خروع تلقى صخرة تلقى يعني اللي موجود يعني الوقسوم اللي كان موجود الطارف اللي موجود عندهم حطوا لكيها داخل الشحن وسلموا كيها فهذه واحدة صراحة من طرق الاحتيال للمزعجة اللي بادئين يستخدمونا مع المستخدمين بجانب قعدت أشوف حركة خلال يومين الماضية أي شخص عنده مشكلة مع متجر اكتروني يتواصل معه حساب بتويتر يقول له أو بأي مكان يقول له لا تخلي حقك بعطيك الرابط الآن اللي يتبلغ عليه يعني زي مسوي ناصح يجي يقول لا تخلي حقك الآن أعطيك الرابط يعطيك رابط تدخل عليه يطلع لك صورة وزارة التجارة يطلع لك كل شيء وبلغ تجاري يتحط ببياناتك ومشكلتك تبلحتي على هذا موح تحط ببيانات ومشكلتك هذي هو نفس اللي قالك لا تخلي حقك يقول عليك السلام عليكم مع كل موظف لانا وزارة التجارة حابين نعرف وش مشكلتك يقول لك طيب حمل التطبيق عشان نتأكد فيتحمل تطبيق اسمه أو شي من هالكلام بدأ يدخل يسرق معلومات عندك ويبدأ يحتال عليك يسرق معلوماتك فصراحة طريقة مزعجة في عملية الاحتيال حالياً بدين يستخدمونها المستخدمين والله أنا شوف يعني عملية الاحتيال متجددة ويبدو لي يعني ما رح نشوف إلا من ذا وأزود لذلك كل ما حاولت الجهات المعنية أنها تصحح من وضع حيطلعهم بأوضاع جديدة مدامة العملية الإلكترونية رقمية فالموضوع سهل لكن أعتقد أنه الخط الأول هو على الشخص نفسه أنا جيتني طلبية وأنا ما طلبت فأنا ما طلبت هو يقول لك هذه لازم تشتبه فيها لازم تشتبه في أي شيء يعني زي رسائل اللي كانت تجي باسم شركة بريد معروفة الناس بدأت توعى لها وصارت تنتبه لها وخلاص يعني ما أعد أصدق أنا أي إيميل يجيني بعنوان لديك رسالة ما ديشون لم تستنم هو إدفاع عشرة ولا إدفاع عشرين فالعب الأول أو العب الرئيسي الأول يقع على الشخص نفسه أوكي أنا أعرف أنها تجي أحيانا في لحظات صعبة وأحيانا الواحد ما ينتبه لكن لازم دائما أي طلبية جديدة تشكك فيها أي طلبية ما عملت حسابها تشكك فيها تأكد من الرقم اللي جاك توثق من نفس الشخص اللي يقول لك أنا عندي بتقوله من أي متجر أنا هذه الشغلات التي أتعامل فيها أنا حاول أسأل عنه إي ما تجر وإذا كانت مطلوب فيها دفعات لبعض المتاجر تقول لك لا خلاص مش شامل النقل بريد فيفترض أنك أنت تكون أكثر حرص لمعرفة التفاصيل هذه الدقيقة ما تصير بس يعني مجرد اتصال تفضلي يلا تعال لا تحتاج أنك تكون أكثر دقة الوضع الآن ما أريد تسمح أنه كل ما كثرت الخدمات وسهلت الحياة وصرت يعني يمكن جودة الحياة أجمل والحياة سهلة لكن مع ذلك فرصة لضعاف النفوس أو للمجرمين أنهم يستغل هذه الأشياء ويستفيد منها إذنك دورك أنك كشخص أنك تنتبه وتشكك في أي شيء ما هو طبيعي لا لحظة أنا ما طلبت شيء ما عندي استعداد أغامر بهذا الموضوع ويمكن الناس يأخذها فضول يقول لعشر ريال ويشوفه شجاييني لا حتى ولو يعني لازم تنتبه ما نتوقع نتوقع هم الخط الأول طبعا ترى المجتمع هم الخط الأول في محاربة عمليات الاحتيال أنت كشخص تعرضت لعملية الاحتيال يعني فيه شيء يعني أنا فيه شخص نقلت عليه صراحة يوم جابا لغني عن الموضوع الاحتيال اللي صاير له جايني يقول لي أنا تم الاحتيال عليه وسرقوا مني مية وخمسي ريال وكتشفت أنه زيت خروع بس خليت الموضوع طيب أنت صارت لك عمليات الاحتيال صحيح هنا مية وخمسي ريال طيب لي سكت لمرة تكلمت لمرة تطلبت بحقك لمرة تشتكيت أنت يسكوتك يشجع من عمليات الاحتيال بشكل أكبر لكن مطالبتك وسعيك وراء حقك ومطالبتك وراء هذا اللي يخليهم هم ما يستمرون في عمليات الاحتيال لكن أنك تقول عشر ريال خمسة عشر ريال مية وخمسي ريال تبدأ العملية تكبر تبدأ عملية تكبر وتنتشر وتزود ويطيح فيهم عملية الاحتيال طبعا من الشغلات المهمة اللي إحنا لازم كمان نركز عليها موضوع توعية كبار السن بعمليات الاحتيال اللي صايرة ترى الكثير من الناس اللي يقعون بمشاكل الاحتيال هم كبار السن لذلك علينا إحنا كشباب وقت جلسة العصر وقت جلسة المغرب جالس أنت مع أبوك تتقاهوة داخل على أبوك تسلم عليه ترى مجرد أنك تعطيه هو ياخذها وبعدين يصلي الفجر وهو راجع من البيت يكتب لي رسالة واتساب أني أحذركم ويرسلها الربع اللي حولها أني أحذركم ترى هذه رسالة الواتساب مو نصيحة إلا شي اسمع يحط لك صباح الخير ويطلع منها وردة وبعدين يرسل الكبار السن اللي حولها أني أحذركم فأنت سهمت في توعية مجتمع أكبر والله كلام اللي قاعد تقوله يعني وأن كم كان كنا نحاول يعني نجيبها بشكل لطيف لكن ترى هو المهم يعني أنا يعني أؤمن أنه نشر الوعي ترى والله ما هو يعني ما هو رفاهية ضروري جدا يعني الواحد أشوف مثلا بعض الشباب لما يجي عند أصدقاء يبدأ يتكلم يقول ترى في شيء صار كذا مو غلط ترى في البداية الناس كانت أخذ على سبيل المزح لكن الآن صار تهديد يومي توعية حتى الأطفال في البيت توعية الكبار الصغار يعني أي أحد عنده معلومة صحيحة لا تبخل عليها على الناس اللي حواليك أنك توعيهم في هذا الجانب وترفع نرفع مستوى الوعي وأكبر دليل اللي تطورت عمليات الاحتيال معناته أن المستمع قاعد يصير أكثر وعي وهذا مؤشر وإن كان سلبي في ناحية لكنه إيجابي في ناحية ثانية أن المستمع جاسي تطور لأنه لو ما زالت نفس وسائل القديمة متبعة معناته المستمع ما هو لكن دليلة وعي الناس بدأت الناس تنتبه تنتبه لبعض الشغلات اللي كانت سابقة فأصبح الوضع معقد جدا على يمكن على على أي أحد بيسوي عملية احتيال لكن يتحى تستمر يعني لن تنتهي لكن نعول على الوعي الجميع وانتباههم وتنبيه حتى تنبيه أفراد الأسرة بشكل كامل هذا واجب علينا كلنا طيب هذه واحدة من الشغلات اللي احنا ودنا صراحا ننتبه لها أنه عرفنا عن عملية الاحتيال سمعت عنها شفت واحد تعرض علم على الكبار بالسن تراظرون انك توعيهم حتى ما ينقوا عن ضحية طيب ننتقل الموضوع اللي بعده إدانة سام باكمان مؤسس منصة FTX للعملات الرقمية بأكبر عملية احتيال مالي طبعا أنا صراحة اللي وجهت نظر قديمة في هذا الموضوع أن العملات الرقمية حتى الآن بسبب عدم وجود يعني هيئة تنظيمية لها أو جهة أنت قادر تطعلم فيها بحقك فالاحتيال فيها كبير صراحة وقعد نسمع شركات كثيرة تذكر الشركة اللي موجودة في جنوب أفريقيا اللي اختفوا حتى المؤسسين حقينها احتالوا على الناس اللي سووا العملية الرقمية وبعدين اختفوا أذكر كمان شخص في دولة العربية سووا عملية رقمية على أساس وسووا داشبورد وكذا وصار يستخدمونها في عملية احتيال هذا موجود في أمريكا الآن والآن تم على قولتهم القبض عليه ودخل فيه محاكمة كبيرة والآن إدانتها بأكبر عملية احتيال مالي طبعا للمعلومية وشيء صراحة لازم نشير له العملات الرقمية حتى الآن غير مرخص التعامل معها وتداولها عندنا في السعودية حتى تاريخ تسجيل هذه الحلقة فلذلك ما ننصح ولا نشجع في عملية الاستثمار لكن ننقل فقط أحد هي تبقى مخاطرة تحت مسؤولية صحبة هناك بعض الدول يمكن عطت نوع من المستقبل لبعض العملات الرقمية في محاولة إلى أن الدولة نفسها تجاري التطور الجديد فتأخذ خطوة خطوة ما زلنا أعتقد في دول كثيرة تنتظر أو تنظر إلى الموضوع هذا بعدم ارتياح أنه ما زالت المنطقة هذه منطقة مفتوحة للاحتيال اللعب لعدم وجود مصداقية وثقة عليها وخصوصا اختلاف اختلافها عن الوضع الراهن للعملات بشكل عام فأعتقد هذا يمكن الموضوع يعني يعني يجب أخذها بعين اعتبار في كمحاذير وكمخاطر لأي شخص يرغب في الاستثمار فمعنى ما زال يعني أعتقد في ناس كثيرين يعني هنا أو في دول ثانية جالسين يدخلون هذه التجربة بعضهم من باب التجربة والاطلاع وبعضهم من باب أنه ماذا لو يعني بكرة أصبحت تحولت إلى ثروة أو نجحت الفكرة نرجع نقولك أنه غير مرخص فنحن لا نشجع نحن فقط نقلنا خبر في خبر أخير وذا نتكلم عنه في معلومة أنا صراحة قرأتها وكنت مصدوم منها شفت اتفاقية ترخيص البلاستيشن فايف تدريش مكتوب فيها توقع مكتوب فيها أن سوني لها الحق في تعطيل الجهاز الخاص فيك لو ما حدثت الجهاز إلى آخر أستار طبعا هدفهم من هذا الموضوع أن إيقاف القرصنة اللي صارت على أجهزة البلاستيشن ثري والبلاستيشن فور فكل المستخدمين للبلاستيشن فايف ملزمين بتحديث بتحديث أجهزتهم للتحديثات الأخيرة ولا رح يعرضون لإيقاف الاستخدام ومنع استخدام الجهاز حتى تتم عملية التحديث مشكلة البيئس يعني لما يجيك الأبديت مرات يجي فوقت غلط ومرات يطول طبعا هو ما يقول لك اليوم يعني نزل اليوم يعني أتوقعي بيعطونك فترة شهرين شهر بديني يوقفونك بس يعني شركة لها الحق أنها توقف جهازي يعني أحسها يعني أوكي وقف أني ما شغل ألعاب جديدة لكي خلص شغل بس ألعاب لي موجود عندي لكن مو تعطل الجهاز كامل غريب بس نتصرر بهذا الشكل آآ لكن شف يمكن ضعف المنافسة يعني بيس فايف يمكن ما لا منافسين حقيقيين يعني كان إكس بوكس في فترة فترات كان يعني في ذروته وقدري ينافسها ندل ندل لكن أعتقد بيس فايف وضعه الحالي الآن تقريبا متسيد الموقف بس ترى ترى إكس بوكس ترى قاعد ياخذ ألعاب حصرية حاليا وقاعد يسوي شغل ترى ترى بس ما زال الألعاب الأكثر شهرة ما زالت موجودة على الجهازين اي بس ترى يعني إكس بوكس مجتمع مجتمع الألعاب بعضهم يحب يستخدمها لألعاب جدا بسيطة والألعاب جدا معينة لكن ترى مايكل سوفت الآن قاعد تسوي حركة إنه قاعد تزيد من عمليات الاستحواذ على شركات المنتجة للألعاب أساس نزلها كألعاب حصرية عندهم أو تسوي حركة تدري إن إكس بوكس هلين قاعد تسوي حركة وشفتها يعني موجودة على نظارات فيسبوك إنها تتيح زي زي منصة اللعب الخاصة فيها إكس بوكس ناسي والله اسمها إيش تكون موجودة داخل نظارة فيسبوك وقدر تنزل بعض الألعاب الحصرية اللي موجودة عندهم عليها فأتوقع هم الآن متجهين إلى اتجاه آخر سواء سوني أو إكس بوكس إنه ربحنا ما يكون من أجهزة الألعاب اللي نبيعها إنما ربحنا رح يجي في المستقبل خلال خمس سنوات القادمة من منصات الألعاب نفس الأبل أركيد وغيرها إن أنت كشركة ناوي إنك تاخذ أبدا الناس تجي وتشترك معنا ونعطيهم مجموعة من الألعاب زي منصات مختلفة صراحة من الألعاب هذا الصح طبعا هذا الصح لأن كما استحوذت على قاعدة خلنا نقول مستخدمين أعلى بالتالي تقدر تمرر وتبيع منتجاتك كألعاب أنا أتوقع يمكن المستقبل يتوجه إلى هذا الجانب يعني يتوجه إلى أنه ممكن تكون منصة أقل سعر لأجل استحواذ أو التغلغل في السوق حتى لوصول لأكبر قاعدة جماهيرية أو مستخدمين أكبر وبالتالي أنا أقدر أكون أقدر أبيع أبيع هذا يعني هذا العدد الكبير من المستخدمين لشركات إنتاج الألعاب وبالتالي وهو حتى المنتجات إضافية يعني ممكن تصير أنا اللي أستغرب أنه مثلا البيس فايف ما استفاد من هذا الشيء لحد الآن يعني جالس أبيع ألعاب صح في بعض التطبيقات اللي موجودة في الجهاز لكن أنا أعتقد الفرصة عظيمة جدا لأجل أنه يكون منصة لكل شيء يعني يعني ممكن سبق ناقشناه في حلقات سابقة لأنه ممكن يكون فرصة للاندماج أو التعاومة بين شركتي أبل وشركة سوني لكن يعني يضيك سادري أشوف الجهاز منتشر في كل مكان ولها قاعدة جمهور كبير جدا طيب أنا ليش ما أبني على هذه القاعدة وأحط منتجات كثيرة ممكن أشوفها في الوقت القريب ليش لا لكن يعني مسببات النجاح ما زالت موجودة لكن ترى فهم بدوا يكتشفون أن السلطة حاليا لشركات إنتاج الألعاب ليست للجهاز نفسه فأتوقع أنهم بدين يستحوذون على شركات الألعاب عشان ما يصير لهم مشاكل مختلفة لأن فورتنايت زي ما سوت مع أبل وتذكرون المشكلة حقتها لعبة قوية جدا فقاعد تستحوذ على نسبة مو بسيطة للمستخدمين لكن أبل طلعتها وسوت حوسة فأتوقع أن سوني ومايكروسوفت لا تستغربون خلال السنتين الجاي يكون عندهم شراهة جدا عالية في الاستحواذ على شركات الألعاب لتنظيم خطتهم الجديدة أن يتحولون لمنصات لعب ولا تستغرب من الألعاب اللي احنا تعودنا عليها ونحبها ونلعبها تكون موجودة على العيبات تكون موجودة على الآيفون تكون موجودة على سامسونج تكون موجودة على التلفزيون فالمستقبل اللعبة ممكن ما تحتاج تشتري بلاستيشن جديد شاشتك اللي موجودة عندك في البيت تربطها في يد التحكم وتلعب تكون جميل في مجال الألعاب لا بالنسبة للألعاب أنا اتفق معك تماما يعني حتى تطور هذا الموضوع عندنا في المملكة أعتقد قراءة يعني للمستقبل بشكل صحيح والاهتمام بتطوير الاتحادات وبطولات العالمية هذا مؤشر أصلا لقراءة صحيحة لوضع السوق الآن ووضع حتى الجمهور أو مستخدمي منصات الألعاب وبالتالي أنا أتوقع التطور حتى في هذا الجانب من قبل شركات الأجهزة سواء الأجهزة المحمولة أو أجهزة الألعاب مثل سوني أعتقد بيكون السباق محموم خلال فترة القادمة وبالتالي هذا كله يصبح في صالح يعني هذا السوق طيب وصلنا نهاية الحلقة بس عندنا خبرين بنقولهم على السريع وتعليقك في نص ثانية لو أودك الوماسكي يعلن عن المساعدة الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في اكس على السريع من يومين أعتقد تقريبا عن مساعد يعتمد استخدام الذكاء الصناعي الاصطناعي اسمه GROK أو GROK AI على حسب ما أعلن وهذا بيكون بوفقا لإلون ماسك هيكون باشتراك بريميوم بلس وأعتقد يعني طبعا ما ذكر تفاصيل إضافية كثير عنها لكن أعتقد بيكون له دور كبير في تحقيق انتشار أوسع للنشر بشكل عام بيساعدك في أعتقد كلام كأسستنت قد يكون في الصياغة قد يكون في التوجيه لكن هذا ما هو ما هو مذكور بشكل تفصيل صراحة كان حط رابط حاولت تدخل عليه ما قدرت حتى حط السعر إنه 16 دولار شهريا هذي نص دقيقة حقتك نص دقيقة في المريخ طرق غير طيب مصنع هونداي للسيارات في السعودية مصنع هونداي للسيارات في السعودية ها يلا عندك أنا قاعد أشوف أنه في اتساع في عمليات تنتاج السيارات في السعودية هذا مصنع هونداي وعندنا مصنع الوسيد وكمان السيارة ممكن يكون عندنا مستقبلا أو سير ممكن يكون عندنا مستقبلا فقاعد أشوف أنه في شركات أكثر هذا بيشجع الوظائف ويشجع المجال بشكل كبير والسعودية تتحول إلى بلد مصدر للسيارات كنا نعلق عليه أكثر لكن نجاة بالأخير وحلقتنا انتهت تتحول في أقل من ربع دقيقة تتحول لبلد صناعية لها قيمة في الناتج المحلي بشكل كبير وبالتالي طبعا مو بس الدخل أو العائد لكن كذلك التطوير حتى الفرد السعودي بشكل كامل والعقلية الصناعية في مملكة طيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم طبعا الأسبوع الجاي رح يكون كمان عن بعد لكن الأسبوع اللي بعده رح نرجع وسجل حضوري ولا لا إن شاء الله يلا السلام عليكم باخذ مايك معي ليجيت الرحلات الثانية السلام عليكم